موسيقى 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 السلام عليكم معكم مرشورت برسي بستيان حلقة جديدة من قليل العمل والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحيدة اليوم غدي قدم لكم موضوع الهجرة بشكل عام والهجرة إلى دولة الإمارات العربية المتحيدة بشكل خاص وكما كنا وعدناكم في الحلقة الأولى ستكون هذه الأشياء أولية البداية سيسرح لكم سيباستين فكرة دير هذه الحلقة فكرة دير هذه الحلقة فكرة دير هذه الحلقة قبل أن تفكر في هجرة فكرة فكرة هجرة سواء الإمارات أو الأوروب أو أي بلد ثاني فكرة هجرة فكرة هجرة فكرة الإنسان لا ترى الحواج لا ترى الحواج الذي نقصه لا ترى الحواج الذي لديه وكرة الأسئلة وانتلقا من الأجوبة هذه الأسئلة فكرة السابقة لا ترى الحواج فكرة السابقة لا ترى الحواج فكرة السابقة فكرة السابقة وانتلقا من الأجوبة نحن نقوم بإمكانك وانتلقا من التساؤلات ستخرج بشكل نتيجة وانتلقا من الأجوبة لما ترى الحواج ما ترى الحواج فكرة السابقة وانتلقا من الأجوبة والحواج فكرة السابقة يكون مصادقة مع راسم. هذه الأسئلة سأعطيكم عشرة من الأسئلة. سأتجاوب على كل سؤال بقاه أو لا. والنتيجة الأخيرة التي ستأخذ لك هي التي ستأخذ لك. واذا فعلا محتاج وخاصك ومؤهل لجل الإمارات أو لا. إذا لا رأي عنا يعني أنك ستأخذ تكرفص وإحتمال تبات في الزناقي ومتلقاش في الدماء وإحتمال تخالف وإحتمال ترجع أول سؤال هو واش انت محتاج تهاجر واش محتاج تخوي البلاد واتجي لها الدنيا. هذه تجاوب أبقاه أو لا. شنو اللي خاصك تأخذ في الاعتبار دياله عندما تجاوز السؤال واش انت مرتاح في المغرب. واش انت بي خير. واش انت فرم من واحد العائلة اللي عندك بي كيسرف عنك. واش كتقرم. واش تخلي قريتك واتجي للإمارات. واش 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 لانا انتم تتعرفوا بان فرص العمل في اي بلد ديما تتكون متعلقة بالسن ديال الكانديدا. يعني واحد الشخص اللي السن دياله انا تنشوف بانه 19 سنة واقل. بكل بساطة ما نقول لكم بكل روحه يضيح انتر غير من أهل الهجرة. علاش لان بقي السن ديالك صغار. بقي ما عندكش خبرة باقي ما عندكش يمكن يكون عندك ديبلوم باقي جزده اوكي. ولكن ما عندكش ينفعك ديبلوم ديالك لان السن ديالك بقي صغار. بقي ما عندكش مكتسبتش حبارات الحالي. يمكن يكون السن ديالك كبير منها تكون عندك كبار اخبار انسانة او خرجوك من الخدمة او ديوليتي بيط على المغرب ما عندكش مكتبتش تفكر بايش ظهر تقول عدو بشير عباراتك. حتى هنا غدا يقولك بان السن ديالك ما تسمحش علاش لانا اي مشغيل غدا يفكر باش انه يدخل طاقة جديدة واحد انسان اللي باقي كله حيويه ونشاط للسن دياله صغير على انه يدخل واحد انسان للسن دياله كبير. اذا سؤال ثاني من مولا سؤال اللي عقاموا الشرط. سؤال ثاني هو واش سن ديالك تتراوح ما بين اثنين عشرين سانة وخمسة وثلاثين سانة غادي تجاوب بآ او لا. كان سن ديالك تتراوح ما بين فالنطاقة تجاوب نعم. وغادي تزيد هل هذيك نعم او لا اللي بترتيبه. او غا تجاوب لا إلا كان ماشي في المجال ديال سن. سؤال الثالث هو هو واش قاري واش عندك ديبلومات واش عندك شواهيد واش عندك ش شواهيد؟ مثلا من قلالين استيارسة غريبا كتبك تتعطك ديبلومات ديال تكنشياليزية. او مثلا قاري. يعني في بعض الوجود أو الليصان في الدروار او الأداب الإنجليزي مثلا من خلال تتلعك ضرور. ممكن تخدم بلال شواهيد فالله، ممكن تخدم بلالد على ان تكون ديبلومات وكن ديالك تدفق أول السلال الوظيفي. عما الشواهيد تزيد طرفعك واحتمال دوبلك السالر واحتمال كدخل الشركة همار تولي القلب واحد هذي نقطة مهمة عندك الشواهيد هذي تقول نعم ما عندكش كتقول له والسؤال الرابع السؤال الرابع واش عندك خبرة عندك شواهيد سبب مزيح ولكن واش عندك خبرة هادا سؤالته اللي مهم اللي غدي يعطيك يعني الحضوذ ذيك غدي يتضعف كتر من ان لوحد انسان ما عندوش خبرة لانك كما تلقى الحال يعني تيشوفوا تيحطوا الشواهيد في كفة و تيحطوا الخبرة في كفة تانية يعني إلا كانوا هاد جوج ديال الكفة انتعادين أو هاد جوج ديال الكفة بزوزهم عاطانك نقطة إيجابية فمن الطبيعي أنك تتحصل على العمل المناسب في المجال ديال الخبرة ديالك يعني ماشي واحد إنسان اللي عندو شواهيد هادا ما عندوش خبرة وفآخر مجال تتطرق ان هو يخدم اي خدمة كما كانت يعني الخبرة إلا عندك خبرة في ملوك تياخدوها بعيد الاعتبار وتتكون هي تتساعدك وشأنك تلقى دكشين اللي تتخلب عليه وتتوصل الى الهدف اللي انت تتوصل اللي يجيت عليه إذا الجواب ديالك غادي يكون نعم أو لا إلا عندك خبرة أو ما عندك شخبرة وغض تضيق على المجموعة ديال الإجابات اللي ترتفل السؤال الرقم خمسة هو بكل بساطة وش عندك اللي يستقبلك ويقوم بك ويكون بك ويكفلك هاد بلد هشتشي يعني ما عندك شخص اللي غادي يتكفل بك ويقلسك عنده ويقاونك ويديك ويجيبك ويوريك ويصرف عليك ويوكلك ويعبك التالي فونت عاية الداركوب ويوريك سيدر في نسيف تلزيمة واش عندك شخص اللي يقوم بك نعم أو لا عندك شخص عندك شخص موطوق في اللي ينتم تأكبنه أن اتوصل بلا غايسكولك حماطر ويقبيبه نعم لا عندك شخص عمل لا وضيفها على الأجوبة اللي عملتي قرية آآ 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 واحد نقطة ضيحية بالنسبة لذه الأسئلة كاملة ربما تنقولش بأن هذورهم أمور ضرورية أو مسائل اللي لازم توفرلك هذه الأسئلة كاملة التي تطرحنا وباقينا نزيلها ونطرحها وهما أسئلة التي تقولك بأنها ستزيد في الفرص لك لكي تقوم بعمل بطريقة أسهل يعني من غير الموضوع دير وش عندك اللي غادي يكفلك كي لحالة أخرى هناك الناس اللي قدروا يقفل عليك في لهم ولكن هنا سؤال سادس وش عندك القدرة ديال الاندماج مع ناس أخرين مع الجنسيات أخرين مع ناس من ديالات أخرى يقدر ما يكونش عنده ديالات وحيدية يقدر تلقى واحد يتعبد شي حاجة أخرى ما تهمش وش عندك اللي قريوش النفسية ديالك تسمح ليك باش أنك تعيش مع نفس الناس أو ناس من هذا القبيل هذا في نفس الغرفة تشارك معهم الغرفة يعني انت في نمو سيال تحت وهو في نمو سيال فوق أو العكس وما تهمش وش عندك قابل بهذا الموضوع هذا وش النفس ديالك لا يوجد مشكلة لأنش حان واحد يقدر يجي وقدر يلقى خدمة ولكن تقول لك أنا صاري على درجاء البلاد لماذا؟ لأنه لا يقدر يتعايش مع الناس اللي هو عيش معهم أو الناس اللي معها في الخدمة هذه الامارات الدولة اللي فيها قطر من 290 جنسية عايشين كامل أو نرمونين وهذه الناس هدو كاملين يعني ما يمكنش تيفيتهم إلا ما كتش تقدر تصبر رمانكش تيفيتهم بالناس رعب مول تاكسي مول مول بروسري أو مول البقالة أو مول الحانوت رعب غالي تلقى من الجنسية متعددة اللي لا تختار لك على البال مهم لأن الدولة فيها مزيج من الناس سوء الله رأسك واش تقدر تعايش منها جميع الجنسيات أه أولا لا؟ سؤال لي من بعده رقم سبعة صحيح هو واش انت إنسان اللي عنده طاقة على التحمل غادي تجي غادي تشطيارة غادي تحلل غادي تضربك صهد يربحين درجة بحرارة وغادي تضربك رميليتين هذي أول حاجة اللي كيتفاجه فيها بزارة الناس واش انت شخص قادر على أنه كما كان اسميه تكيوف 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 واش قادر أنك غادي تخرج غادي تلقى مثلا شي واحد يقولك شي كلمة اه واش قادر أنك تحمل الظروف العمل صعيبة ونقاسها حان قادر أنك مثلا تخرج واش قادر أنك تحمل الظروف العمل واش قادر أنك تحمل الظروف العمل لأنك الحارة كانت تنزل على الرعين ونسبة الرطبة كانت تنزل على 50% واش قادر تحمل واش قادر تتعبتها هذا سؤال اللي يجبت تجاوب عليه اه اه انا دميري وانت الوقت باقي نخدم وانتحفر يكيما كيقولوا الفاس يما تحطت تحفر يعني واش عاجل جاي بغيت خدم نعم او لا وضيفهم الإجابات لأقبل اسؤال الموالي هو واش انت عندك المصاريف ديال العيش عل الاقل فالمدة الاولية اللي اللي لا غادة تتصافل لانه واش عندك واش تقدرتك في الرأس الواحد المدة ديال شهر يعني اش حال الين انس يجي تقول اه يا عندي الفيزا عندي البيا ديال الطيارة صابل الامارات غادة تتحلي الباب غادة تتحلي الباب كل شيء يزوان كل شيء سهل. هذا ليس هو الحالة اللي كينا هنا في البلاد. فعلا ان بلاد بلاد الخير كل شيء موجود كل شيء كاين فرص عمل موجودة ولكن الانسان ما يمشيش ما يغررش تفكير دياله ويأخذ واحد من خاطئ اعلى الوضع. اللي كان هو ان اي انسان وخاد يكون عندك فيزا وخا يكون عندك العمل وخا يكون جاعد يجيب فيزا عمل ضروري لانك ماشي غادي يجيغ يقول لك السلام هك هالصلاة. نو مكينيش ما كيتاشي دولة ما كيتاشي خدمة وموشغل تهدير معك بحالات دا. وخد جيد خدمت من نهار الاول خاص ضروري خاص تك مدد ديال شهر وانت تتصرف من جيبك عادة توصل بالصلاة ديالك في نهاية الشهر. اذا هذا من يتحنا احنا ان ادروح الى احسن الحالات خاص تتصرف المدد شهر. اسوء الحالات رحاص يكون عندك كتار من ها قدك. حسابة بسيطة أضعف الإيمان في السكن أضعف الإيمان في الماكلة ستخرج الحسبة كاملة في حدود ما يقارب خمس سنة درامة مغربية مئة ألف ريال بغض النظر على الفيزا والطيارة وهادي 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 مئة ألف ريال نهار اللي تحط رجلك في الإمارات مئة وصل الإمارات مئة ألف ريال أو ما يعادله من الأورو أو من الدولار إذا ما عندك شد الفلوس هادو سنقول لك سنقول لك بعد دب السؤال خاصك تجاوب عليه بآ أو لا إذا كنتي غادي تجي المدة شهرات خمس سنة درامة مغربية مدة شهرات يعني إذا كنت عندك فيزا ديال شهرين خاص يكون عندك مليون خاص يكون عندك عشر ألف درامة غادي تجاوب عليه السؤال السؤال رقم التعود وهو واش انت بيطالي في المغرب واش ما خدمش واش مشومي كما كنقول قلس في الدار قريتي ديبلومات ديالك هذا بالنير وباللغهات وما نقيتش خدمة مجاوش خدمة هاد السؤال هذا بغيناك تجاوبنا عليه بأه هاد الشي حوله هاد السؤال هاد السؤال الاسئلة له سجور من تكون فرقة و الجواب قدام كل واحد نعم انا قادر ندير هدي لا انا ما قادرش ندير هدي لا انا قادرش ندير هدي وانه شيط الفلوس يعني هو تيعيش في واحد عتبة يقل غادي بكتاله نفو دياله او داخل في ضوامة ديالكريدي او ديما هو عنده نقص ما مكافينوش الفلوس اللي تتخل في المغرب واش انتاب من نجموعة دياله هاد الناس هاد السؤال الانس هاد السؤال الانس هاد السؤال الانس هاد السؤال الانس وبما양ي كان لدي مجرد السؤال الانس بدأ عدوني والمجرد الانس هاد السؤال الانس كان لديك احضبر وشات نقطên انها من انتقلب خالج كأخي و structured شي صحوم فلوذ dias مثلا قلت للا ما عندي شوهيد سير قرار دير شوهيد مثلا قلت للا ما عنديش تكاف مسانا في درملي آندي مع الكاش سير اخويا اجمع وشوش ندير وشوش ندير وشوش ندير وشوش ندير وشوش ندير وشوش ندير وشوش يعني حاولوا تطوروا رأسكم قل من خمسة ديالنا عم على هدو عصر الأسئلة كمسحكم لله بسبيل الله ما جيوش وقلتوا فلا تقردوا أمركم واجيووا ما أحبابكم وإحنا نعم هاد المجموع ديال هاد الأسئلة والله هاد يعني التقييم البسيط اللي درنا هو انطلاقا من خبرة ديالتنا في البلاد يمتوا نشوفوا بأنه اللي عنده عدد ديال نعم اكتر راح عنده حضوضا اكتر كل ما كان عندك العدد كتر كل ما عندك حضوضا اكتر كين اللي يقدر يكون عنده بعد هاد الاسئلة هادو رليتلاحظوا بأنه كان الأولوية كانش اسئلة اللي عنده بعض ديال المشاكل ولكن بغي يطول في واحد مجال اخر تاني او بغي يزيد بلا كرير دياله القد تعم علي تسمحونا إذا طولنا عليكم وهبس الالاق لنا فقط لأننا مبغيناش نسمحو انه كيما كان قديمة لنسمح بثالة من القدر انه يتضحك على أخوتنا في المضيح أعطيناكم واحد استبيان استمارة جاوبوا عليها عندكم كتر من خمسة ديالنعام مرحبا بكم وآجي وإحنا مقوموا بكم واخوتكم هدايا والحمد لله ولات الخير موجودين وكل شيء وهذاك وكل شيء زيان تصلوا هدا وكين المغاربة هدايا وكين أحياء أجي وعيش الحياة وخدم على رأسك عندك قلة من خمسة ديالنعام قلس يا أخوة احدى مهمتك قلس يا أختي تم احدى مهمتك وقدوا أموركم واجهوا مرحبا وبلاد فيها الخير والحمد لله عايشين بي خير في أمن وآمان أجي ومرحبا بكم تزورونا خوتكم هدايا خوتكم هدايا وهذا الشيء كان عاود نقول بأن احنا ما كان نهربوكمش ما الشيء كان كرهوكم في دولة الإمارات العربية متحيبة بل فقط بغيناكم تشيو ومرفوعين من الراس وما تقطع لكم الحبل وما تقطعوش اللوحين في السماق هنا تقلبو على منسون إياه ما كذا درش لونغلي راه الطاكسي لونغلي باش تقول لي عطني مسكا بلونغلي هذا الشيء تدسنان بلونغلي هذا ما كانش ما كانش ديك نسألة لي لغات تخرج بسنقة وتشوفش وعد عربي سوري ولان غريبي وتقلب انت وظهر وما تقعه ولله أجيب لي أخوة يا أجيب عفك هل لي رغيت الشيء تدسنان يعني هدا الشيء كانت نطرحوا لك باش كدمنك واحد مستود عيش كريم فهل المجتمع الإماراتي ينعم في نعمة الأمن والعجاب مو شطران سيناء السؤال دي اللغة رجلنا هيت ساعة دي الأسئلة لان انا بابني بكاتل اللغة هذا تفكر تفكر كان السؤال الأخير اللي هو مهم اللي هو موضوع دي اللغة كذلك واش عندك القدرة دي التخاطب أو القدرة دي الحواة بالإنجليزي أنك تسمع وتفهم وتقدر تجرب هدا تو سؤال توارد إذا جمعت العدد دي الأسئلة بهذا السؤال الأخر اللي قلنا دي اللغة بالفعل بالفعل لأنه أكل مكان من خشيك في الأخير لأنه بالفعل لأنه فاشكاف تشيد دوز مقابل ما كيسولك بالفرنسي ما كيسولك بالعربية ما كيسولك بالقالية ما كيسولك بالحامة هاندي أنه يحضر بالإنجليزية فوخطح في عربية لبنانية أو مغربي لأنه قانون من خلف المقابلة التي تحدثت لهذا المغربي أو في الأكثر أريد أن نضيف واحد النقطة بسط نحن هذا الشيء نديره لله في سبيل الله واللي عجبوك هذا الشيء اللي كان ديره لكر هناش إدعيناه الشيء الأول وليدي الشيء اللي بالله يرحمه وليدي فقط لغير ونشو هادشي نتمنوا على الله أنه يتنشر بس فقط أنه فقط لغير بطا جيو ولي عنده أي تساؤل كي الإيميل كيدوس في هذا اللحظة عنكم الإيميل كيدوس في هذا اللحظة لك قدامكم تسولوني أنت وصلوا فيه وإن شاء الله نجا مجنون في حلقات خاصة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا مراتاته متعقد بوحشموط كوشي بيقولي أنت مجرت الوحد نهار دايز بان في خدامة كنت تخمل شيرت لي وضحكات متعقل متعقد ونهار عاصر حاضر شرعني تأمل نسلت شي مرة عنده غالي اسمي شميط شميط أهتم شميط 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 شكرا